اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الخاص الذي سيكون محوره فلسطين وغزة وما يحصل هناك من حرب وصفتها المنظمات الدولية بأنها حرب إبادة وبأن ما يرتكب هناك أنها حرب ضد الإنسانية وأنها جرائم حقيقة ضد الإنسانية نتحدث اليوم عن أحد أهم المؤسسات التي كان لها تاريخ قديم مع فلسطين ومع إغاثة الشعب الفلسطيني نتحدث عن الأنروا ودورها منذ البداية إلى اليوم إلى الاستهداف الذي باتت تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيليين نتحدث اليوم في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ أحمد عويدات المسؤول السابق في وكالة روث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا وكذلك المسؤول عن وحدة التطوير المهني والمناهج في الأنروا بسوريا أستاذ أحمد مرحبا بك أهلا بك شكرا جزيلا على قبل الدعوة والمشاركة معنا دعا نبدأ في بداية هذا الحديث بتعريف الأنروا لمشاهدين كيف نشأت الظروف التي نشأت فيها والمهام التي تقوم بها هذه المنظمة الأممية شكرا لإستهدافتكم وأهلا بكم الأنروا هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة إحدى منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل الصليب الأحمر مثل منظمة الصحة العالمية ولكن تختلف أنها ليس لها ميزانية محددة وهذا عامل مهم جدا في بقاء واستمرار مهام هذه المنظمة الأممية لقد تأسست هذه المنظمة والأنروا هي عبارة الكلمة كلمة أنروا هي مختصر لما يمكن ترجمته باللغة الإنجليزية وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إذن مهمها محددة في الجانب اللاجئي الفلسطيني هذا هو تأسست إثر قرار تخذ في مجلس في الأمم المتحدة في عام 1949 وتم بدء تشكيل هذه المنظمة والبدء بعملها في عام 1951 وقد جاء تشكيلها إثر نكبة فلسطين عام 1948 التي شهدت طرد السكان الأصليين الفلسطينيين من وطنهم فلسطين من ديارهم واغتصاب أملاكهم وتشريدهم إلى بقاع الدنيا الأربع ولكن انحصر عمل الأنروا في مناطق التي شهدت تواجدا فلسطينيا كبيرا دول الطوق مثل سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وكانت غير محتلة بآن ذاك بما فيها طبعا ومعها القدس أيضا قطاع غزة الذي يشهد الحرب البربرية هذه الأيام هذا القرار حمل رقم 302 وكان يهدف بقرار الولاية التي منحت للأنروا كان يهدف هذا إلى تلافي عمليات البؤس والشقاء والتشرد الذي لحق باللاجئين الفلسطينيين هذا جاء بنص قرار 302 وجاء هذا القرار انسجاما مع قرار 194 الذي صدر عن مجلس الأمن وصدر فيما بعد عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم تبنيه هذا طبعا القرار أتى على ذكر حق العودة للاجئين وضرورة عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها وأوكلت المهمة ذاتها لهذه المنظمة الأممية الأنروا الأنروا تقوم بمهام عديدة في هذه الميادين الخمسة تتمحور حول ثلاثة برامج أساسية برنامج الأساسي الذي يأخذ تقريبا أكثر من 60 بالمئة من موازنة الأنروا وهو برنامج التعليم نعم التي تقوم بها الأنروا وخاصة في زمن النزاعات وزمن الحروب أثناء الحرب الأهلية في لبنان والاشتياح الإسرائيلي عام 82 وأيضا ما حدث من نزاعات وما قام به المسلحون في سوريا بعام 1911 وتم تقديم الخدمات للاجئين سواء في لبنان أو في سوريا المنظمة حتى نتحدث مباشرا عن الواقع الحالي في بداية الحرب بعد 7 أكتوبر لم يكن لها موقف واضح مما تعرض له القطاع كانت عبارة على من يمسك العصى من الوسط كانت لينة نوعا ما وصفها البعض هكذا تجاه العدوان أو الحرب الإسرائيلية التي بدأت مباشرة بعد يوم أو يومين باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في انتهاك طبعا صارخ لكل القوانين الدولية ولكن برغم ذلك الأونروا لم يكن لها موقف قوي ولم توجه الاتهام مباشرة أو المسئولية مباشرة للاحتلال الإسرائيلي لو تشرح لنا أسباب هذا الموقف اللين دعنا نسميه في بداية الحرب طبعا تغير بعد ذلك يعني هو حقيقة تماما مثل ما ذكرت أستاذ سمير كان هناك موقفين موقفا متراخيا في بداية الحرب وامتد إلى أكثر من ثلاثة شهور ومن ثم بدأ الموقف الأونروا الرسمي على لسان المفوض العام السيد فليب لزاريني بدأ بالتصاعد إلى أن وقعت الواقعة الكبرى وكشف عن الخطة الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا طبعا السبب هو تكبيل الأونروا بجملة من القيم الغربية التي فرضت على برامج الأونروا مثل الحيادية والاستقلالية وعدم التحيز والإنسانية أرادوا من هذه القيم تقليص دور الأونروا لأن لا تشكل رافعة ونهوضا للاجئ الفلسطيني لقد انقلب السحر على الساحر كانوا يعتقدوا أن بهذه الأونروا سيحول الشعب الفلسطيني إلى مجرد طوابير تقف إلى مجرد ناس تقفوا بطوابير بحثا عن الماء والغذاء بحثا عن الدقيق بحثا عن الأرز بحثا عن المعلبات فقد جوع ويجب إطعامهم ولكن ما كان غير ذلك كان غير ذلك نهائيا إذ جاء هذا بنتيجة عكسية نتيجة وخوف الكادر الفلسطيني الكادر التعليمي الفلسطيني وقلب الطاولة على رؤوسه من خططوا لأن يكون ما يحلمون به فتحولت مدارس الأونروا إلى مصانع بكل معنى الكلمة إلى مصانع معرفة مراكز نور مراكز تثقيف مراكز صنعة الإنسان الفلسطيني ذو الشخصية المتوازنة الشخصية الواثقة الشخصية المحفزة الشخصية المبادرة الشخصية التي تتقبل التكنولوجيا الحديثة الشخصية القادرة على الإسهام في مسيرة البشرية وتقديم إسهامات بمجال الطب بمجال العلم بمجال العلوم المختلفة بمجال الفيزياء بمجال الصناع هذا كله تم عن طريق المدارس الأونروا تم عن طريق الأونروا حتى أن هناك يعني معروف أن هناك قاد تخرجوا من مدارس الأونروا وحتى يمكنني القول أنه السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس كان مدرسا وكان طالبا بالأول وكان مدرسا يعمل في مدارس الأونروا وغيره من العشرات من الكواد والمئات بل آلاف من الكوادر التي يمكن ذكرها يعني على سبيل المثال أعطيك مثال آخر كان هناك الدكتور طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة كان أيضا مدرسا في مدارس الأونروا هناك أيضا عضو مكتب سياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نمر نصار كان معلما في هذه الأونروا وكانوا طلابا وكثير من أعضاء القيادات الفصائل الفلسطينية درسوا وتتلمذوا على مقاعد الدراسة في الأونروا إلى أن طيب الموقف الموقف أستاذ أحمد ماذا كان هكذا طبعا قلت أنا أنه تحاول دائما الإدارة الأمريكية بمعقادة الاحتلال فرض أجندة صهي أمريكية على هذه الأونروا فلذلك كانت تخشى من أن يقطع التمويل عنها كان يخشى أن تدخل في نفق الأزمة المالية كان دائما مهددة ترامب قطع عنها التمويل نعم هذا حصل حصل هذا لذلك كانت تشعر بهذا الخطر لأن هذا القطع قطع التمويل هذا لم يكن جديدا على الإطلاق دائما هناك تهديد بقطع التمويل دائما هناك تقديس بالخدمات يعني قطعه ترامب وأعاده بايدن ولكن أعاده ضمن سياسة معينة سياسة خفية تهدف فيما تهدف إليه إلى تحويل الأونروا إلى منظمة خاضعة للسياسة الإسرائيلية للسياسة الأمريكية يتم من خلالها تجين العقل الفلسطيني وليس كما قال كاتس وزير خارج الإسرائيل أنها يجب أن تدفع ثمن أفعالها لأنها خرجت إرهابيين وكما قال أيضا زعيم المعارضة يائر لبيد عندما قال يجب البحث عن هيئة بديلة عن الأونروا لأنها تقوم بتدريس الطلاب على العنف والإرهاب والانضمام إلى منظمات إرهابية طبعا هذا الخوف وهذا الخطر الذي يتهدد الأونروا دفع بسيد لازاريني ومسؤولي الأونروا إلى التراخي في الإعلان الموقف الحقيقي الذي يجب أن يقال وهو إدانة الجرائم جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بين قوسين طبعا وهذه الدولة الغازية البربرية المجرمة التي سحقت حتى الآن حتى الآن أكثر من 31 ألف شهيد وأكثر من 71 ألف جريح وعشرات آلاف من المفقودين وتدمير كل جوانب الحياة الفلسطينية هذا كله برسم الإنسانية لأن الأونروا للأسف أصابها ما أصاب الآخرين أكلت يوم أكلت ثور الأبيض لأنه كان يجب أن تقول هذا الموقف ولا تكتفي بالإدانة والاستنكار والوقوف على الحياد كان يجب أن تسمي الأمور بمسمياتها لا يكفي أن تقول وقف الأعمال القتالية لا يكفي أن تقول نبذ العنف لا يكفي أن تقول استهدفت مدارسنا استهدفت من شاء من الذي استهدف من الذي قتل من الذي قام بهذا الإجرام كان ينبغي أن تحمل المسؤولين لأن يجب أن تحمل المسؤولين نعم كان يجب أن تحمل المسؤولين حتى لا تصل إلى هذا الموقف الذي وصلت إليه طيب الآن وقع بشكل هكذا جماعي قطع المساهمات كثير من الدول بعض الآن قام بعملة مراجعة والبعض ما زال لم يقوم بعد بذلك بحجة ما قالته إسرائيل أن هناك عناصر من حماس مستفيدة أو على علاقة بالأونروا مباشرة أو حتى بعض قد تكون تدير بعض مرافق الأونروا في قطاع غزة بمعنى آخر أن الأونروا وكأنها تعين أو تساعد حماس أكثر منها تخدم حماس أكثر منها خدمة الشعب الفلسطين في غزة وعليه سمعنا سيل من الدول التي أعلنت مباشرة في إعلان نفير جماعي قطع المساعدات بداية ما صحت هذا الاتهام التي تواجهته الإسرائيل لأونروا ثم لماذا بدأت عملية التراجع عن توقيف التمويل من بعض الدول خاصة الأوروبية دعني أقول لك شيئا أولا لا صحة لهذا الاتهام ألبتة ما تهم به 12 موظف على أنهم أعضاء في حركة حماس أو أنهم شاركوا في عملية السابع من أكتوبر لم يقدم دليل ولم يقدم أي برهان على أنهم شاركوا اكتفت هذه الدول الستة عشر التي قطعت التمويل بعضها بشكل مؤقت وبعضها بشكل نهائي قامت بهذا الإجراء دون إثبات هذه التهمة على هؤلاء الموظفين ودون أي دليل يذكر وهذا شيء شائن لأنه لا يجوز بأي قانون من قوانين العمل وبأي قوانين بأي قيم تحكم الموظف لا يمكن أن نصل إلى هذه الدرجة أن تفصل من العمل ويأخذ بحقيقة إجراءات دون التتبت من التهم الموجه إليه فهذه الرواية التي صدقها الغرب وصدقتها الولايات المتحدة هي رواية رواية الاحتلال رواية القوات الغازية ماذا تفعل إذا عمل أونورو الذي تخطط لإنهاءه فوجدت أن بهذه التهم سيكون السبيل لها للوصول إلى هذه النقطة إنما لو جئنا للعوامل الحقيقية التي تقف وراء إنهاء عمل أو وقف التمويل دعني أذكرك بما قالته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية من أن هناك خطة إسرائيلية أو خطة إسرائيلية على ثلاثة مراحل تبدأ هذه الخطة بإشاعد أن هناك تعاون وثيق بين الأونورو وحماس اثنين تقليص عمل وخدمات الأونورو في القطاع وإعاقة عملها ثلاثة تهيئة وتسليم مهام هذه الأونورو لمنظمة بديلة فهذا إذن الاتهام وراءه ما وراءه وهو البحث عن هيئة بديلة لهذه الأونورو ولكن لماذا البحث عن هذه البديلة طالما هذه الأونورو تقوم بهذه الخدمات وطالما هي تلتزم الحيادية والاستقلالية وتفرض على طلابنا برامج مشبوهة مثل حل الخلافات وحل النزاعات والتسامح والمساواة والتنازل كله يهدف إلى تجزين العقل الفلسطيني من على مقاعد الدراسة بداية فلذلك كان لابد من هذه الاتهام أما هناك عوامل أخرى ما هي الأولى هذه العوامل أن الأونورو كمنظمة دولية أممية أنشئت بقرار أمم متحدة وقرار جمعية عامة وهذه الأونورو بتعريفها مرتبط 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 وجوديا وعضويا بالشعب الفلسطيني باللاجئين الفلسطينيين وعندما تتحدث عن اللاجئين الفلسطينيين تستذكر نكبة الثمانة وأربعين تستذكر حق العودة حق عودتهم هؤلاء للوطن الذي شردوا منه يعني الأونورو مرتبطة بتاريخ الكارثة الفلسطينية نعم ولذلك يجب أنها حتى تنهي حق العودة وحتى تنهي حق اللاجئين الفلسطينيين في ديارة هلأ هي الضامن هي الضامن والحضن الدولي الوحيد الذي يضمن فعلا حق العودة للشعب الفلسطينيين طيب هل يمكن أن نقول أن هذا الاستهداف نجح الآن استهداف سحب التمويل وما إلى ذلك هلأيام هذه نتابع حتى استهداف مباشر لبعض المنشآت في رفح وفي غيرها هذا الاستهداف المباشر أستاذ سامير لم يبدأ البارحة صح كان بالأمس في رفح ولكن استهدفت كافة المدارس وكافة المنشآت للأونروا حتى المنشآت التي كانت تأوي نازحين واستشهد لا يقل عن 162 موظف من الأونروا والتي كان من الأجدر من الأونروا بدلا أن تفصل 12 موظف كان يجب عليها أن ترفع دعوة إلى المحكمة الدولية المحكمة الجنائية الدولية كيف استشهد هؤلاء الموظفين واستشهاد مئات المواطنين وبالآلاف المواطنين الذين كانوا يلتجئون إلى مراكز ومنشآت الأونروا أما لماذا تغير الموقف الآن لم أعتقد أن الأونروا الآن ضحية أن الأونروا الآن شاهدة وشهيدة بآن معا وكان يجب عليهم أن يتخذوا هذا الموقف الأونروا أقصد الأونروا قبل أن توقع على رأسهم سكين الاحتلال وسكين هذه الدول التي أوقفت التمويل لذلك يمكننا القول هنا أن الارتباض الوجودي والعضوي لحق العودة واللاجئين الفلسطينيين بالأونروا وكونها الذراع الأكبر الذي يمكن أن تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين والحضن الأوسع الدولي الذي يضمن حقوقهم كان يجب استهدافها وكان يجب إيقاف عملها وما هذا المال الذي أوقف أو التمويل الذي أوقف إنما هو مال سياسي لتحقيق أجندة معينة برأسهم وهي القضاء على أساس القضية الفلسطينية وهي اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة أيضا خليني أذكر شيء آخر هناك هدف آخر من وراء وقف التمويل هو تجميل الموقف الإسرائيلي الموقف الصهيوني المجرم الذي طال كافة منشآت الأنروة وطال المشافي والكنائس والمساجد والبنى التحتية كلها بحجة أن الأنروة تتعاون مع يعني تبرير تبرير لاستهدافاتها البربرية فاتهمت الأنروة بأنها تتعاون مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وتتعاون مع الإرهاب وإلى آخر ما هناك طيب الآن في هذه الدقائق المتبقية المستقبل الأنروة كيف تنظر إليه ستبقى بهذا الشكل طبعا هناك بعض الدول وهذا استكمال لما سألته أستاذ سمير هناك بعض الدول تراجعت عن موضوع إيقاف التمويل حتى أن الولايات المتحدة المستغرب بهذا الموقف التراجعي قالت أنها لن تعيد التمويل طبعا تمويل الولايات المتحدة يبلغ حوالي حوالي 25% من التمويل الذي يأتي إلى الأنروة حوالي يمكن 300 ألف دولار على أي حال فتراجعت لتقول أنها لن تعيد هذا التمويل إلا بعد أن تصدر نتائج التحقيق والسؤال هنا لماذا لم تنتظر نتائج التحقيق قبل أن تتخذ قرارا بإيقاف التمويل أو باتهام الأنروة هذا الاتهام الشائن لماذا؟ لذلك تراجعوا ومنهم من تراجع أيضا كندا وأستراليا كندا سويد كل كندا حتى أعلنت بعض الدول الآن عن زيادة دعمها للأنروة وتشكر ونذكر منها بلجيكا ونذكر منها إسبانيا حتى أن بعض الدول الغربية لا أذكر كم ستعطي ولكن هناك تراجع في مواقف هذه الدول وهذا له أسبابه الأخرى يمكن أن نتحدث بها فيما بعد أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد دعوديات المسؤول السابق في وكالة غوط وتشغيل اللجئين الفلسطينيين الأنروة شكرا جزيلا لك على فضولك معنا مشاهد الكرام إذن نشكركم على حسن المتابعة ونعود لكم ربما في جزء ثاني لمواصلة الحديث حول غزة وحول هذه الحرب التي تشن للشهر السادس الآن على قطاع غزة نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة